جماهير النهاردة بتحتفل بفريقها لعيب نادي الزمالك وطبعا شيكبالا ماسك الدرع وطبعا شيكبالا الرأسة الشهيرة لشيكبالا بدرع الدوري والجماهير تهتف والجماهير تسعد والجماهير هي التي تستحق أولا هذا اللقب الكبير لأنها تدعم وتساند في كل الأوقات صعبة كانت أو سهلة وبسيطة نهاردة الفرحة زي ما انتم شايفين الكل عايز يلف حولين الدرع رأسة شكبالا الشهيرة بالبطولات بطولات نادي الزمالك سواء بدرع أو بكاس بس الدرع يتييل شوية يعني بيقص بالكاس أسهل من كده بس الدرع بتاعنا درع يعني درع مليان يعني تييل الناس كلها فرحانة والناس كلها مبسوطة في نادي الزمالك وزي ما قلتلكم وهفضل أكرر وهفضل أقول أنه الزمالك يستحق طبعا هذا اللقب يستحق طبعا هذه البطولة عن كل استحقاق وجضايا وروح لعبين وروح جهاز فني وحنكة جهاز فني وزكاء جهاز فني فريرة مكسب عظيم جدا فريرة مكسب مهم جدا لنادي الزمالك وأنا قلت قبل كده وهكرر تاني لما عندنا خبير كبير زي شوصفالدو فريرة مش عيب أن المدربين الصغيرين اللي عندنا يتعلموا منه إن اتحاد الكورة ينظم دورات تدريبية بوجود جهاز فريرة إحنا بنجيب ناس من بره نقول لهم تعالوا دونا دورات طبعا إحنا عندنا الراجل عندنا خبير سيبك من أهلي أو زمالك أو إسماعيلي أو مصري أو الكلام ده كله مين أو مش الفكرة أنه هو مدرب مين إحنا عندنا خبير موجود على أرض مصر ما نستخدمه الكلام ده ينطبق على كيروش لما كان موجود الكلام ده ينطبق على منو الجوزي لما كان موجود أي مدرب خبير مش مدرب جيد تركز معايا مش أقصد إنه المدربين اللي بيكسبوا بطولات أو بيكسبوا مباريات دول مدربين ما يقدروش يعملوا محاضرات بس اللي بيعمل محاضرات ده خبير وعنده تراكمات وعنده سيفي كبير وعنده سنين عمر بيشتغل فيها فممكن ينقل خبراته دي اللي أقل منه ده مش معناه اللي أصغر منه في السن مدربين قليلين بس مش عيب إنه إحنا كلنا نتعلم من بعضه بما إنه عندنا خبير كبير زي فريرة مش عيب إنه إحنا نتعلم منه مدرب كبير ومحترم ومحترم ليه محترم؟ نعمل لزام في الفريق عمل عدل في الفريق عدل في الفريق يعني إيه عدل في الفريق؟ يعني اللي بيتضرب كويس هيلعب اللي بيلعب بالمباريات برجولة وحماس وبيعرف يشتغل الأمور الفنية والتكتكية اللي هو عايزها هيلعب مفيش اسم هو اللي هيلعب مفيش اسم اللي هيلعب عادي هتشوف أشرف من شرق بيخرج هتشوف زيزو بيخرج هتشوف شكبال أعد على الدكة مفيش اسم الديني الواجبات اللي أنا عايزها هتبقى موجود في الملعب مش هدي الديني الواجبات مش هتبقى موجود في الملعب والمباراة اللي بعدها هتبقى موجود في الملعب والمباراة اللي بعد بعدها ممكن متبقاش موجود حسب ما يكون عايزك حسب ما يكون أو ما تكون حالتك تسمح بمشاركتك في هذه المباراة العدل حاجة في منتهى الأهمية عملها في ريلا بنجاح باهر وكبير جدا ما كانش عنده لعب كبير ما كانش عنده لعب صغير اللعب الجاهز هو اللي هيشارك اللعب الجاهز هو اللي هيلعب صعبة صعبة أنك تقنع اللعبين هو مقنع هو مقنع وفي نقطة مهمة جدا جوزي مورينيو له تصريحات شهيرة يعني هو بيتكلم دايما اللعبية يعني في كل الفرق اللي دربها بيقول لهم أنا مش عايزكم في الملعب مؤدبين مش عايزكم في الملعب هاديين مش عايزكم في الملعب من الآخر كده كيوت أنا عايزكم ناس عنيفة ناس شرسة مش ناس مؤزية ناس شرسة وعنيفة في استخراء أو في استرجاع الكورة ناس عنيفة في الكورات المشتركة مثلا الهوائية تقدر تاخد الكورة ناس قوية ناس عندها روح من الآخر يعني ناس عندها حماس ده اللي عملوا في ريرة لعابة نادي الزمالك في كل كورة مشتركة هتليوم هما اللي بياخدوها في كل كورة كل كورة تانية ساجن بول هتليوم هما اللي بياخدوها كل عرضية من كورات سابتة هجومية أو دفاعية هتليوم هما اللي بياخدوها ده بيتقال في قط اللبس ما تبقاش هادي وطيب ما تسيبش الكورة للمنافس تسابه له ليه؟ عارف انت لما تفرج على مباركة تقول له يا عم لعب برجولة يا عم خد الكورة الزمالك الموسم ده معفلية كان بيعمل كده بدون مقارنات بس الزمالك الموسم ده كان بيعمل كده لعيبة شرسة لعيبة عنيفة مش مؤزية لكس في الجملة عنيفة في استخلاص الكورة في استرجاع الكورة في الشغل بالكورة في الكورات الهوائية في التدخلات كل حاجة كان فيها حماس وروح من نادي الزمالك عشان كده الزمالك السنة دي فاز بالدورة